أهلا بحضراتكم مرة ثانية دكتور طارق عايزين نتكلم بقى على مباراة كانت من في رأي الشخصي من أفضل المباراة في الجولة الأولى وفوز كبير جدا جدا للمان يونايتد على طبعا ليدز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد شفت المباراة زي من خلال رؤيتك لجزئية الفنية من خلال تقلق بوكبا وكان فيه علامات استفهام على رحيل بوكبا هل هذه المباراة وهذه الأمسية ممكن تكون سبب في بقاء بوكبا وعدم رحيله على المان يونايتد المان يونايتد له شعبها كبيرة جدا في إنجلترا ودايما اللعيبة تتعلق بالنجوم زي ما حصل كده مع ميسي في برشلونة فيمكن للضجة القادمة والإظهارة القادمة هتكون فيه هل يبقى بوكبا ولا لأنه فعلا عمل مباراة افتتاحية رائعة شفناه حتى مع منتخب فرنسا في اليورو كان من أفضل اللعيبة على الرغم من من منتخب فرنسا خرج مبكرا النادي منشستان يونايتد بشكل عام حصله طفرة هائلة في التناغم بين اللعيبة اللي موجودين يعني مش بس هو لعيبة مميزة زي برونو فرناندش ولا بوكبا ولا اللعيبة المميزة على مستوى كل الخطوط من الدفاع للهجوم لكن كمان فيه حاصل نوع من أنواع الهارموني ابتدى السنة اللي فاتت ملامحه تظهر لكن أنا بقولك من دلوقتي أن منشستان يونايتد بقى منافس قوي جدا عن الدوري مع في وجود ليفر بول طبعا بقيادة صلاح وفي وجود منشستان سيتي المنافس الدائم في السنوات الأخيرة وفي وجود تشيلسي اللي برضو وصل إلى محالة من النطج جيدة جدا فمتوقعين نشوف دوري انجليزي صاخب جدا المبارادية كان نص ملعب فريق منشستان يونايتد ممتلك السيادة تماما كان بيقسم المباراة زي ما هو عايز شفنا برونو فرناندش اللي بيسجل هاتريك من البداية وشفنا أيضا جرينوود بيسجل هدف وشفنا بول بوكبا مبدع ويدخل التشكيلة المثالية يعني طبعا أوركام بوكبا قدامنا عمل طبعا هو 75 دقيقة لعب صنع أربع داب أربع أسستو أربع أسست في المباراة في تدحية كان رقم أكتر من رائع وكلها أسستات بشكل أكتر من رائع طبعا عدد التمرينات الصحيحة وصلت 80% والتمرينات البينية الصحيحة لهم الأسست وصلوا أربعة صحيحين فعايز أقول أن القيمة قيمة بوكبا زي ما حضرتك قلت كان ظهرت بشكل كبير جدا في الييرو 20-20 من خلال المنتخب الفرنسي رغم خروج المنتخب الفرنسي لكن السؤال هل المباراة دي تكون سبب في بقاء بوكبا في المان يونيتد من خلال تأثير الجماهيري من خلال هو كلاعب ممكن جدا يكون بالنسبة له افتتاحية رائعة هو في الأيام القليلة الماضية انتشرت شائعات كثيرة على أن بوكبا بالذات أن بوكبا نفسه رفض التوقيع وكان المفترض أنه هو يعني يوقع عقد تمديد مع نادي منشستر يونيتد ويبقى فيه الفريق لكن العروض اللي جاية له من بره وبالذات من أندية كبيرة زي الريال وأندية أخرى لسه لم يقف هو عنها لأن فيه مباحثات خلته يستنى شوية على أنه يجدد عقده لكن أنا شايف أن بوكبا لو ساب منشستر يونيتد في هذه المرحلة يخسر كتير أول يخسر كتير لأنه هو أنت بتقعد مدة على بال ما تخش في توليفة الفريق والفريق يبقى جاهز أن يكسب ألقاب بقى أنت كنت موجود ومنشستر ما بيكسبش حاجة تيجي تمشي وهو بقى فريق فيه متكامل ومتناغم وعنده يعني اكتمال في صفوفه وعنده الهدفين وعندك أنت القدرة أن تصنع اللعبة في تشكيل هذا الفريق تمشي يبقى خصوص